يا مصطفى أنت إمام المواد وأكرام تاعين للرق وليه أحن زوجي أنت روحا وقلبا يا جاعل الزوجات شطرا من أمجهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى هذا اللقاء آثرنا أن يكون عنوانه تعرف على شريك حياتك ومن واقع ما أراه عبر السنين الطويلة التي ألتقي بها بالأزواج والزوجات الشباب صورة خاصة في سنتهم الأولى من الزواج تبين لي أن جهل الشاب والشابة بالآخر يلعب دورا كبيرا في كثير من المشكلات التي تظهر على السطح وبعد أن تظهر المشكلات طبعا يتدخل الأهل بها أحيانا تزداد الأمور تعقيدا معرفة شريك الحياة قضية مهمة وإن كنا بكل أسف حتى سنوات قليلة لم نكن نهتم بها ربما لعدم يقيننا أن المعرفة تلعب دورا في حصول السعادة نحن لا ندخل بيوتنا سباكا غير ماهر ولا ندخل بيوتنا نجار غير ماهر ولا يدخل بيتنا كهربائي غير ماهر ولكن مع ذلك نقبل أن تدخل بناتنا وأولادنا الحياة الزوجية وهم لا يعرفون من ألف باء العلاقة والمهارة والآلية التي يتعامل كل منهما مع الآخر إلا النزر اليسير معظم المشكلات تتأتى من يقين الشاب والشابة أن الطرف الآخر مثله الزوج الشاب يعامل زوجته باعتبارها نسخة أخرى منه وهي تتعامل معه وكأنه صحبتها وما ينطبق بتقديره على صديقه في المعاملة يمكن أن ينطبق على زوجته والعكس صحيح إلا أن هذا الأمر أبداً غير دقيق أبداً الرجل لا يفكر كما تفكر المرأة والمرأة بالتالي لا تفكر كما يفكر الرجل بناءً على ما تقدم نستطيع القول أن كلاهما ليس صورة مماثلة للآخر هم لا يحتاج تشغيره ترجمة نانسي قنقر 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 الشيء الثابت أن الرجل كما قلنا والمرأة ليس صورة طبق الأصل من بعض وسنرى الآن الكثير من الحقائق التي تؤكد ذلك لهذا السبب الذي يبغي حياة سعيدة لا يتعامل مع زوجته على أنها تفكر بطريقته وينبغي على المرأة أيضاً أن تفكر بطريقة أخرى وتعتبر هذا الزوج إنسان من عالم آخر في كثير من الوجوه وستشوفوا دحين بالأدلة القاطعة أن المرأة والرجل ليس مثل بعضهم والبعض إذا جينا للاختلافات النفسية فيما بينهم الرجل بصفة عامة يربط الأمور ببعضها كي يصل إلى الحل المرأة تعتمد على الحدث والحدث هذا تخلوا بالكم منه تماماً يعني يوم ما زوجتك تقول لك أنا قلبي موغوشني فالوغوشة دي واللي يرحم والديك خلي بالك منها لأنه إذا جاءت هالوغوشة غالباً ما يكون في حاجة بتحصل تكون أنت بديت تلعب بذلك شوية أيوة أو الدفاتر القديمة اللي قدك سكيتها بدت إيه تتفتح من جديد هذا يسمى حدثاً يدرس الآن التفكير الحدثي في دراسات كثيرة جداً عليه ولكن لا تزال غير ناضجة كما ينبغي الرجل عنده حدث ولكن أقل بكثير من حدث المرأة أنا أذكر أحد زبائني في العيادة طبيب لكنه من النوع اللي يتقن اللعب بالذيل يقول ما نصه الآتي يقول قسماً بالله أني ما في مرة لعبت بذيلي إلا واكتشفتها كأنها مركبة أقمار صناعية تراقبني وين ما رعت وين ما جيت انتبهوا المرأة حدثها عالي وكل واحد منكم على يقين من أن هذه الحقيقة موجودة على الأقل عند أمهادكم يوم اللي أمك قلبها هيأكلها عليك تكون تكون صادقة فإذن أول ما تبدأ زوجتك تقول لك أنا قلبي موغوشني لا تضرب الأمر عرض الحائط راجع إحساباتك لأنه لسه الأمور تكون ربما في بداياتها الأغلاط فما تكمل لأنه إذا كملت وانكشفت الأمور حتتحول إلى حبة سمسم داروا حجمها قد حبت السمسم وساعتها يكون بداية الشرخ في الحياة الزوجية تزوجت عن قناعة اخترتها من بين بنات الدنيا شفتها واقتنعت بها خلاص هذه بداية صفحة جديدة لحياة جديدة الولدنا والأخطاء والكلام ذا كله نرميه على جنب تحين منه ما ينبغي إطلاقا أني أنا أستمر في الخطأ فإذا انكشف الخطأ يصبح الحياة والعودة إلى العلاقة الزوجية كما كانت أمر فيه غصة في غصة في كثير من البنات بعد غلطة غلطتين ثلاثة أحيانا البعض منهن بعد أول غلطة خلص قلبها ينشرخ نفسها تكفي زي ما يقولوا ما عاد تبغى مهما حاولوا الأهل ومهما حاولوا المستشعر ترجع ترجع على مضض فإذا رجع طاح في الغلطة مرة ثانية تصبح القضية غير ممكنة الحياة في هذه الحالة تفقد معناها لهذا السبب انتبه لحتة الحدث عند المرأة النقطة الثانية المهمة جدا في الاختلافات بين الرجل والمرأة تكمن في انه كما قلت الرجل عنده حدثه لكن حدثه أقل بكثير المرأة حدثها عالي زوجتك كأنسة من طبيعتها إنها تبحث عن تمتين العلاقات مرة رايح أنا واحد من أولادي لطبيب أنفو أذن حنجرة جلست في كرسي هو جنبي وفي مسافة بعدين في مجموعة كراسي جالس عليها سيدة شوية جات وحدة معها طفلتها الصغيرة سلمت عليها جلست جنبها واضح أنهم ما يعرفوا بعض إطلاقا ما في يمكن ولا حتى أقل من دقيقة كيف حالك يا أختي قالت الحمد لله أساكي طيبة قاتتها بخير الحمد لله عسى ما شر إيش عندك قاتل والله عندي هذه البنية عندها حلقها ولوزها بدأت تحكي لها القصة أنا شيء أسمع شيء ما أسمع ساعة صوتهم ينخفض ساعة صوتهم يرتفع فإذا ارتفع سمعتهم إذا ما ارتفع ما عارف يقولوا شوية أشوف أم البن صارت تبكي قامت الثانية صارت تبكي معها إحنا نطلع بالطيارة من هنا لنيورك 16 ساعة أجلس في الكرسي وقول في نفسي إن شاء الله ما يفوق فمه دا حيني صجني وأنا بغي أشتغل ولا أبغى أنام وممكن أسوي حيلة أني أديله جنبي واركي راسي كده ولف الشماء قال يعني إيه أنا نعسان تعبان واللي يرحم والديك حل عني هي لا ما تقدر على ذا أول ما يجتمعوا فلا تجي تعتبر هذه الصفة عند زوجتك لقافة ولا أنت شليك دخل بالبشر ليه تحشر يأنفك هذه طبيعة أنثوية ما تخص زوجتك هذه تخص نساء الدنيا كلها لكن بدرجات من مرأة لمرأة تختلف فانتبه أيضا لهذه النقطة إذا زوجك شفتي جالس جامد مثل قاله بالثلج ما يكلم أحد كمان لا تجي تعتبي عليه وتبدأي تعطيله محاضرات يخلي ما تتعرف علي جنبك ما يبغى ما الذي تدخل فيه خليه هم الرجال كده جبلة الله خالقنا جبلات فينا ناس والله تحبها من فينا الأخ كيف حالك عساك طيب نبدأ نتعرف في ناس لما يبغى هذا الأمر الرجل أقرب إلى أنه يتحول إلى قطعة كده مستقلة والمرأة ليست من طبيعتها ذلك تحب أنه هي كما قلنا تقول علاقات مع الآخرين المرأة حينما تشتكي تشتكي بطريقة مختلفة عن شكاوى الرجل إذا ما واجهتها مشكلة تنتبهوا للحتة دي إذا ما واجهت المرأة مشكلة تحب تحصل من تتكلم معه فإذا شفت أنه زوجتك تبغى تتكلم معاك وتشتكي لك هذا المخروب الجوال لا تحطه على وذنك ولا تمسك الريموت حق التلفزيون ولا تبعد وجهها عنك لأنها في هذه اللحظة تريد أن تفكر بصوت مرتفع طبعاً عشان تفكر بصوت مرتفع تبغى واحد يسمحها فإذا أول ما تزوجت أو أول ما خطبت كتبت كتابك على هذه البنية وجلست معاها وشافتك مطلع البيبي هي تتكلم معاك وأنت تلعب فيه أنك بينها لو أنت قلت لها بلسان الحال وليس بلسان المقال كل آذان صاغية لك كيف يعني كل آذان صاغية يعني تتوجه بجسمك كل نحوها وتقبل عليها وتسمعها وإذا تكلمت تزب راسك حتى لو أنك من تفاهم كثير من الكلام معلش هزب راسك وبعدين عشان تشعرها أكثر أنك أنت متابع طبعاً من الأفضل أنك أنت تتابع لأنه بعد سوية ستفقسك يعني إذا سويت الدور دا مثلته وعملياً أنت من تمتابع ستفقسك أفضل طريقة عشان تشعرها كما كلنا تلتفت إليها تهز برأسك على أنك أنت متابع وبعد شوية تسأل تسأل سؤال تستخدم في بعض الكلمات التي قالتها بالمناسبة هذه صاحبتك آمنة أنت من زمان تعرفها وهذه من يوم ما كنا في الروضة ما شاء الله فطبعاً أنت سألت عن آمنة وهي أدركت الآن أنك أنت متابع كويس نبغى نكمل المتابعة والإنصاط للآخر بعد شوية تتكلم يفضل بعد شوية أنك أنت أسألك بالله كده حصل هتقول لك إيه والله كده حصل لا حول ولا قوة إلا بالله هنا هي تتيقن أنك أنت الرجال متابع ومحترم فتفدأ إذا كانت من النوع اللي يحب التفاصيل عاد ربي يعينك على التفاصيل اسمع إذا ما تقدر تسمع لا تمثل الدور عندك موعد الساعة خمسة تبغى تروح تحضر محاضرة تبغى تروح لصاحبك تبغى تجيب حاجة لأمك أيا كان السبب اللي يمنعك من الإنصاط لا تمثل قل له معنش حبيبتي أنا والله الآن ما أقدر يعني أتابع معاكي إيش رأيك إذا رجعت نجلس ونتكلم بس بشرط إذا رجعت تجلس تتكلم طبعاً إحنا في هذا الصدد نقول إذا رجعت تجلس تنصد تسمع ممكن بعد فترة من الزمن تحكيك عن تفاصيل وقضايا تبدو لك تافية ما لها معنى تسمعها اسمعها أحسن لك لأنه إذا ما سمعتها حتدور على مين يسمعها ويمكن تدور بالحلال ويمكن تدور بالحرام ننتبه المرأة إذا واجهت مشكلة تريد أن تتحدث بصوت مرتفع عن هذه المشكلة لأنها تفكر بصوت مرتفع فصار واجب عليك يا شاب يا زوج إنك تنصت لها كما قلت إذا ما أنصت انت حر لكن هي ما تقدر زيك أنت تدخل الغرفة ولا تجلس على الكنبة ولا تنسدح ولا إذا في عندك كرويتا انسدحت عليها وسرحت بالسماء حتى لو ما في فوقك نجوم وبديت تفكر أنت كده يا رجل تفكر بالمشكلة تحب تكون لوحدك وإذا جاء واحد قاطعك يا ويلو وكثير من المشكلات التي تصير بين الأزواج مع بعضهم أنا لم يمت مرة قلت لك يوم اللي تشوفيني مسرح سيبيني بالمناسبة إذا شفتي مسرح ما معناها أنه هو يفكر بغيرك أيوة هنا تنتبهي الرجل إذا واجهته المشكلة ما يبغى يتكلم يفضل ساكت صامت إلى ما يجي الحل باله لا جاء الحل ممكن يسيب المكان اللي هو جالس فيه يجري عليك في المطبخ تدري ده حين عادي يصير يعني الرجل منشكح ويبغى يتكلم إذا ما فهمت هذه القضية ممكن أن هي لما جاتك وتسألك وانتم كالضم كده تفكر تفهم أنك أنت من تم عبرها من تم قدرها من تم احترمها لا إذا كان يعيش زوجك مشكلة فحطي في اعتبارك أنه هو سينكفئ على ذاته ويفكر بها ولن ينطق إلا إذا وجد على الأقل طرف الحل في حين أن زوجتك إذا وقعت المشكلة سوف تتحدث إليك أو لغيرك حتى تجد الحل النقطة الأخرى الرجل بر البيت حياته قائمة على المنافسة والمرأة حياتها بر البيت قائمة على السلام والمحبة ولذلك من خلال الكثير من الملاحظات إذا كان في عملية تنظيم فأفضل من يعطى له إدارة التنظيم هم النساء أفضل من الرجال النساء ما يتضاربوا مع بعض قدر ما يتضارب الرجال مع بعض قدر ما يتخاصموا من منهم الزعيم من منهم اللي أمهر من الآخر ولذلك المؤسسات والشركات اللي يديرها الرجال عادة بينها في تنافس وتنافس شديد في حين أن النساء يبحث عن عن المحبة عن الألفة عن ربط الزيادة العلاقات فيما بينهم زوجك إذا رجع للبيت انتبهي التنكي حق الكلام حقه بح ما يبغى يتكلم مو من أول ما يجي من بره تستلمي وهأتي أهرج أمي عملته باندخالتي سوت وأختي ضاربت مع زوجها ترى ما يطيك أول ما يرجع من بره يبغى يسكت راعي أنك أنت ما تدخلي في نفق الكلام سي بي يأكل سي بي يرتاح بعد ما تروق الحشيشة ممكن ساعتها يتكلم وانت بالمقابل مو الحشيشة حقتك تفضل رائقة لآخر الليل كل ما جاءت تفوق فأقول لي واللي يرحم موالديك ينقطيني بسكاتك إيش ينقطيني بسكاتك يا متزوجة أبو الهول تتكلم الآدمية فريحت لك شوية بلعناها مشيناها أما أنك تفضل صامت وهذا الجهاز ما يبدأ يشتغل إلا إذا رحت لأصحابك لا يا حبيبي كده ما حيمشي الحال تريح شوية بعدين تنصط لها وتبدأ تأخذ وتعطي معها وتتكلم معها الأزواج الذين لا يبنون علاقات تفاهم وأحاديث متبادلة فيما بينهم بعد فترة من الزمن تتحول الحياة الزوجية إلى مقبرة ما عاد فيها صوت تقسم إحدى الزوجات تقول أقسم بالله غير السلام عليكم هو داخل والسلام عليكم هو خارج ما أسمع منه تبهوا ثلاثة وعشرين سنة بعد الثلاثة وعشرين سنة طلع في راسها نخل عندها خمس عيال تقول حبيب وكريم وطيب ويخاف الله وما فيش زيه بس ما أبغى ما أبغى أنا آدمية عايشة لوحدي ما عندي رجل أتكلم معه وهذه قضية خطيرة مو بر يكون لساننا بسم الله ما شاء الله بسبع فروع ولا دخلنا البيت سكتنا هي برضها آدمية بكرة حيجيها أولاد حتيجي تحكيك عن الأولاد أنا أكون في آخر الدنيا في آخر الدنيا مسافر يوم اللي أتصل لازم أسمع أخبار الأولاد أنا توي جاي من سفر جاني تقرير عن عمر اللي بسنة ثانية ابتدائي أنه اليوم ترى هو ألقى كلمة الإذاعة في البداية وفي الخاتمة أمام كل المدرسة فقلت خلاص أبشري هل حين أتصل عليه اتصلت عليه قبل أن يصل للبيت عشان أهنيه وعشان أقوله أنا فخور بيك بهذه الطريقة أنا أعرف أوضاع أولادي ماذا يتم في البيت يش يسير معاهم في المدرسة هذه الأحاديث اليومية وهي أيضا تحتاج أن تفهم مع ملاحظة يوم اللي زوجك يحكيك عن أهله ولا عن بضع قصص من أهله مو بكرة تتحولي لسي إن إن ولا الجزيرة ولا العربية تروحي تفك السوستة وخذ يا هرج والله عمتي سوت أخت وفعلت وانت مالك مال أهلك في الموضوع ده ما تفضل ساكت هو أسرلك بسر احفظيه عشان إيه؟ عشان بعدين يتمنيك على أسراره وإلا إذا مرة اكتشف أنه كل الكلام اللي يقول لك هو يصير عند بنت خالتك ومت عمتك مو بس كده والله أقول لك ترى أني سمعت بن محمود جوز بنت عمت خالتك يحكيني هرجا كده كأنك أنت قائلة لبنت عمتك لا والله ما قلت يا ممكن تقسمه يا صادق أنت ما قلت بس قلت لمين قلت لوحدة وصلت لها ما يصلح ما يصلح الكلام اللي يقول لك يا زوجك ترى هذا سر تحتفظ بي لو ألقى طارقبتك والمقابل أنت أيضا إذا قالت لك ترى يا محمد هذا أنا ما أقول لك إلا لثقتي فيك مطروح من هنا على طون ما تصدق على الله توصل عند أمك تدري يا أمي ويا دا 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 لأمك وأمك عاد يوم تجتمع بالحريم صاحباتها خذ يا هرج وبعد أقل من أسبوع تكون الحكاوي كلها صارت بسم الله ما شاء الله منشورة هذا طريق مختصر لخسارة ثقة الزوجة لزوجها وخسارة الزوج لثقة زوجته بها المرأة تتعامل مع الآخرين لتساندهم الرجل في الغالب يتعامل مع الآخرين لينافسهم فإذا رأيت زوجتك تتطوع للعمل تبغى تساند جيرانها تبغى تفزع لهم تبغى تعمل ترى هذا طبيعة إمرأة قد تكون زوجتك الدرجة عندها أعلى بالعكس في مثل هذه الحالة لازم تدفعها بهذا الاتجاه لأن هذا أمر يصب في أجرها الأخرى وعند الله عز وجل وفي طبيعة التركيب النفسي لها مجتمع المرأة فيه مساواة بمعنى لو أميرة التقت بخادمة ممكن تحس الخادمة أن هذه الأميرة مثلها أنا أتكلم على العموم إذا مديرة كبيرة لمؤسسة لمدرسة عميدة أو مديرة جامعة أو وكيلة جامعة ممكن تتعامل مع بقية النساء من منطلق المساواة هذا لا يعني أنه ما فيه شواذ للمسألة لا فيه لكن بصفة عامة المرأة تفضل أنها تتعامل مع الأخريات على أنهم متساوين لا الرجال شوي يحب على هذا التعبير أخواننا المصريين يحب الأنزعة يحب أنه يعني أنا فوق الآخرين موجودة لدى شريحة غالبة فيه ناس متواضعين ممكن أنا أمس كنت في إحدى الدول الخليجية وفي اجتماع مع مدير كبير يحكيني على طريقة تعامل مع الموظفين ويقول عندي شاب لوما يقرب من سنتين ما يعرفني أنا المدير لأنه طول عمره لما يتعامل معي يتعامل معي باعتباري واحد من الموظفين هذه نادرة هذه نادرة ولذلك الشباب الآن يكون كحيان عايف روحه يروح يقترض من البنك مبلغ عشان يشتري ليكزيس ولا مرسيدس عشان يكشخ فيها صح ولا لا عشان إيه عشان إذا دخلت وقفت المرسيدس الناس إيش هتسوي هتنظر لي على إني بني آدم رفيع المستوى فيه شريحة كبيرة هكذا تنظر في الحياة الزوجية ننتبه لهذا زوجك من الرجال والغالبية العظمى من الرجال يحبوا التركيب الهرمي فإذا شفتي عنده شوية أنزع زي ما يقوله ولا يعني شوية رغبة في أن يكون أعلى من سواه مو معناها أنه هو بني آدم متكبر تقدري بعدين تنجريه تعلمي التواضع لكن في البداية لتصنعي مشكلة لهذا السبب الرجل عادة ينظر إلى الأمور نظر التركيز والمرأة تنظر نظر التوسع لو جاء لو كانت هذه القاعة فاضية ودخلنا واحد منكم قلنا له لو سمحت شوف لنا المسرح جاهز ولا لا سيدخل من الباب إلى المسرح يعاينوا وممكن لازم يكون كمان محددين له أكثر في طاولة وكرسي سيشوف الطاولة وكرسي يمكن أن لا يرى الشاشات يخرج يقول لك يهو الله في طاولة وكرسي في شاشات والله ما انتبعت في مكبرات صوت والله ما ركزت في كاميرات والله اشدراني ما قلت لي ادخل انت ومرتك لهذه الصالة أنا أقطع ذراعي ومن الكتف من الركبة هذه المرة إذا ما فرتها جزء جزء والدليل عندي أنك تيجي زوجتك تقول لك مستقبل يمكن أمك الآن تكلفك ولي رحم والديك يا سعيد روح يا ولد يجيب لي قطمة روز أبو كاس تدخل على السيبر ماركت وين الرز يقول لك في الحتة الفلانية تدخل علي تدور على المكان أبو كاس تأخذ القطمة تحسب وتخرج إن شاء الله محسب إذا دخلت مع زوجتك رح يصير كده دابو عدك دابو عدك يا صاحبي حتى أخذ العربية وتلفلف مو معناها تبغى تخرب بيتك هي طبيعتها كده تبغى تتأكد حط محفظتك إلى جانب محفظت زوجتك شايفينها يا بنات هذه محفظت الرجل إيش فيها الحمد لله اليوم محفظتي فاضي حتى ريال ما فيها شوية بطائق منك البطاقة الشخصية حاجات زي كده تعال شوف محفظة المرأة الرج والمسكرة والقطامة حاجات الأظافر والمناديل وكتاب الدعاء وإذا كان عندها الطفل الحفايض وعلبة الحليب والرضاعة وقيس على ذلك مليانة سوبر ماركت يتحرك على الأرض مو معناها زوجتك نيق عن الخليجة زي ما يقول لا لا زوجتك مثل باقي الناس متى تصغر محفظة المرأة في ليلة واحدة إنها تكون رأيحة مناسبة بس ينحط فيها الجوال مع عدا ذلك تحب تكون المحفظة حقتها مليانة تدخل السوبر ماركت تفروا إن شاء الله إذا رحت أنتو هي لشارع التحلية تبقى تشتري لها أعزاكم الله جزمة هتدخل لعند المحل الفلاني تشتري وتطلع والله لما تطلع قرونك ممكن تلوف شارع التحلية روحة وجاية وترجع بيتك ترى ما اشترت هذا طبيعي أنت خليك زي أسد تدخل المحل أنا أول ما أدخل المحل اللي حق الملابس ولا الأحدي ولا أي حاجة نسائية أدور على كرسي على الطربيزة على كنبة وأجلس أشتغل مستشار تروح وتأتي عليه ما رأيك في هذا لا والله موحلو أو لا والله جميل ممتاز بعدين بعد ما تتعبل طبعا السلة في موقف لازم تقوم فيه زي الأسد الهصور تخرج محفظتك وتوقف قدام المحاسب عشان تقع هنا إذا كنت تبغي هذا الرجل يشيلك على رأسه من فوق تنتبهي لا تستغلي طيبته لا تستغلي طيبته من أول ما تتزوجه لازم يكون واضح تماما الرقم اللي يدخل عليه آخر الشهر وإنت حضرتك لا تسوي حاتم طي تحمل نفسك فوق طاقتها ترى أنا راتبي سبع آلاف ريال راتبي ست آلاف ريال راتبي عشر آلاف ريال عندي نفقات ثابتة واحد اثنين ثلاثة أربع أمي أعطيها كذا أبوي أعطي كذا عندي جمعية مشترك فيها بكذا عندي قصد سيار حطها في الصورة وإلا ستضطر تعيش الكذبة فترة أطول وإذا شافتك أنه راتبك عشر آلاف ريال وانت بسم الله ما شاء الله كمان تيجي تكذب عليها تقول له عشان تقنعها فيك والله أنا عندي محل حق جوالات في شارع فلسطين الحمد لله رب وانت بكاش كبير حتيجي هي تتصرف على أساس أنه عندك دخل مقدار وخمسة عشر ستعاش سبعة عشر ألف وتجب داعات تسلخ جلدك فإذا ما كعيت عند المحاسب كيف ستظهر بخيل جلدة ما تحبها خلك واضح إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجاه خلك واضح وصريح وانت يوم يقول لك زوجك أنا دخلي سبعة ألاف ريال دخلي ست ألاف ريال عيشي على هذا الأساس الآن عندي حالة لزوجين أول ما تزوج قال له أنا بني آدم طالب ما عندي غير مكافأة الجامعة وأبوي يعطيني ألف وخمسمائة ريال وأبوي مديني جزء من الفيلة حقته وأعيش أنا وانت فيها باقي لي سنة ونص على ما أتخرج بعد ما أتخرج يحلها الحل إن شاء الله ربي يفرج علينا الأخت بالله ما تبغى تقيش على هذا الأساس ألفين وخمسمائة أنا وافقت صح طيب وانت وافقت وبعدين بس يا دكتور ألفين وخمسمائة كيف يعيش البني آدم فيها اللي في أحد ضربك على يدي قال لك وافقي عليه وافقتي تعيشي سنة ونص الباقية لأنك لو حملتي فوق طاقته ما سيصير فيه هيدخل بوزه من دلدل عشر إشبار يدخل بوزه من دلدل خمسة عشر شبر لأنه جاي من بره هيفروحه دراسة ومشاوير طريق وطلبات أبوه طلبات أمه بعدين يجي عندك بدل ما تبطبي عليه وتخففي عنه تحطي له عاد القائمة حق الطلباتك من فين يلبيها فإذن المرأة العاقلة هي تلك المرأة التي تراعي ظروف زوجها وهي اللي تمسك ورقة وقلم وتقوله أنت دخلك كده هنصرف كده ونوفر كده مو طول النهار بالجوال ممكن ثلاثمائة ريال للإستيسية تدفعوها توفر عليكم تتكلموا لمدة شهرين على الثابت وعلى الجوال مو ضرورة تتكلمي من جوالك تتكلمي من من الثابت عشان توفري على زوجك بهذه الطريقة المرأة العاقلة هي تلك المرأة التي تفكر كيف توفر على زوجها وانت بالمقابل إذا رأيت امرأة توفر عليك مو معنى أنا لازم أخنصر وحط أفتح حساب خاص فيه بعيدا عنها يوم ما تكتشف زوجتك خيانة من هذا القبيل أو كذب ستفقد أسهم كثيرة جدا عندها وأكبر شرخ يصيب العلاقات الزوجية هو فقدان الثقة لسبب ما فضل يكذب عليها هو يقول لي يقول لي أنا تحولت إلى إنسان ماهر جدا بالكذب وأحبك الكذبة وأتحدى بني آدم يكتشفها المؤسف أنه بدأ يوظف قدرته وذكاؤه في الكذب مع الخيانات يطلع عند النساء واستمر الحال سنتين ونص وهي يغافل لك الله ما تعرف شيء يمسكين بعدين بدأت تشك بدأ الحدس يشتغل ثم اكتشفت وهو كل مرة يقول له والله أنا عندي مأمورية في الرياض حقيبي يومين والأخفين في جدة ولا رياض ولا نيلة أنا عندي سفرة للمدينة أنا رايح للقاهرة أنا مش عارف إيه في النهاية عشان ربي عز وجل أداله 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 ما قام منها كانت الطيحة إنه راح أخونا على أحد الفنادق في جدة ومعا صاحبته والفاتورة نسيها في جيبة الثوب وهي قدها من زمان هو كل مرة يقول لي يقول لي أحس أن الأثواب حقتي بتنقص وهي كل ما حصلت على ثوب روج أو كحلة تلفه وتحطه على جنب إليين ما حصلت الفاتورة ها طب مني كيف رحلة قال الله رحلة ممتازة روعة في أي فندق نزلت قال له في فندق فلاني ها كيف أكلهم في المطعم الله ممتاز رائع بدت تسأل أسئلة وهو أخونا بالكذب حق ويفصل ويخترع إليين ما خلص خلاص كل شي عنده قالت له هذه ها قالت له البعيد وهو تنزل فوق راسك ها أنت كائن في فندق وستن وجايت تبكش علي يلا ابعد من طريقي لما تعفشها اتصلت على أخوها جاء أخذها وكانت الخرجة الأولى والأخيرة لما جاء يفك فمه خرجت له كل الأثواب القديمة قالت له أنا شاك فيك من التاريخ الفلاني والمرة الفلانية سويت كده والمرة الإلانية كذبت كده وأنا ساكت ساكت إلا أنه هذه القصة طبعا هذه قصة مأساوية من أفضع القصص اللي مرت علي في حياتي ما مر علي قصة مؤلمة مثل هذه القصة هذا الشاب كان سببا في موتي أبي أبو رجل فاضل ومعروف اسم معروف يوم اللي جاء الخميس اللي بعده ما جاءت مرت ابنه ما سأل قالوا يا ولدي فين مرتك قالوا والله مشغولة الخميس اللي بعده يا ولدي فين مرتك قالوا شوية في سوء تفاهم رفع سماعة التليفون علي بنتي إيش الحكاية قلت له أسأل ابنك قال لأنتو الاثنين توهتوني هو أسألوا يقول لي شوية خلافات فيه خلاف بينكم بينهم قاتوا خلاف يا عمي ما أحد يقدر يتحمل واصلة المهم فضل الأب نخرب شوية عرف القصة بعد ما سمع القصة من أولها لآخرها جاتوا أزمة قلبية طح أخذوا المستشفى لو ولد أخ أياميها كان يحضر البورد في جراحة القلب برا المملكة اتصلوا عليه قالوا ترعمك كذا كذا قالوا مجيبوه أخذوا أرح دخل المستشفى حددوا ليوم لإجراء العملية وهو في الليل مع ابنه بيقول لي شوفي أولاد يا فلال تراني أنا بكرة داخل العملية والعملية زي ما سمعت من ولد عمك خطيرة ربما أرجع يعني أقوم منها وربما ما أقوم منها فانتبه إذا مت فأنت من قتلني مات الأب سوى العملية ومات دخل الإبن في اكتئاب هذا الشاب كان وزنه يومي اللي كنت أنا أعرف مئة وخمسة وثلاثين كيلو لما نجلس على الكنبة يعبيها غاب حوالي ثمانية شهور وجاني جاني مثل مسواك ما الحكاية؟ حكاني على هذا الجزء اللي قلت لكم هو وبعدين غط غاب بعد مدة من الزمن طبعا طلقت زوجته طلقت زوجته وأبو مات بعد مدة من الزمن رجع قال لي أنا خطبت قال لي مبروك الله يسعدك بس انتبه تعلم ترى من التجربة وقال لي لا لا خلاص توبة من دين نوبة خطبت فلانة فلانة دينة أعرفها واحدة من زبوناتي وأعرف قصتها أعرف أن زوجها طلقها بسبب علاقات مشبوهة وراها أربع عيال قال لي بس كأني سمعت أنه هي كانت تتراجعك قلت أنا ما أتكلم عما أعرفه عن الناس تبغى تعرف منها اسألها إذا هي حكتك هي حرة بس أنا ما قدر أقول لك لا عنها ولا عن غيرها راحت تتزوجها هذا الشاب غاب أيضا بضعة شهور ورجع رجع هذه المرة بائس مكتئب حالته حالة قال لي تعرفي دكتور أنا آمنت بأن ربنا انت قام بشع قلت خير قال الفتاة اللي أنا كلمتك عنها لبنية تزوجتها بعد مدة قالت لي لي يا صاحبة أبغاك تتعرف على زوجها عشان نصير نزورهم أنت تجلس مع زوجها وأجلس مع صاحبتي يقول تعرفت عليه مشيت الحياة طيبة بس بديت أحس أنه البنت مية طبيعية مية في المية يوم قالتلي فلانة اللي هي صاحبتها مسوية سهرة عندها في البيت وعزمتني تسمح لي أروح قاله طبعا يقول لها دمية راح صالوم سوت حمام مغربي ولبسات وتمكيجات وصبطت نفسها وأخذتها أنا وصلتها لباب العمارة يقول أنا على الجوال معها نزلت من السيارة دخلت العمارة ها حبيبتي أنا عند باب العمارة طيب أنا طالع في العمارة خلاص حبيبي خلاص أنا طالع في العمارة روح الله يسهل لك يقول أنا ماني متطمن سماعة على أذني طلعت ها خلاص أنا وصلت أنا دقيت الجرس يقول يوم اللي قالتلي دقيت الجرس حطيت الجوال على الستاند في السيارة ومشيت شوية أسمع صوت طلعت في الخط الخط مفتوح ما زالت زوجتي حطيت التيفون على أذني وأنه في رجال يكلمها يقول عملت يوتير ورجعت مثل المجنون وقفت السيارة فكيت الباب والباب مفتوح وأطلع فوق الباب مردود أحصلها مع زوج صاحبتها الاثنين عريانين قال هذا اللي كنت أنا أسويه بنات النص نعم حكيني قصص في منتهى العجب والقدارة عن تاريخ الماضي انتبه مثل ما أنه ربي عز وجل الواسع الرحمة ليس كمثل رحمته شيء هو بالمقابل أيضا شديد العقاب يعطينا جراس انذار ينبهنا فإن انتبهنا فبها ونعمة إذا مشينا في الغي زيادة ترى الانتقام كيف يكون ما حد مننا يقدر يحدده ننتبه هذه قصة أنا أعرف أبطالها جميعا زوج والزوجة الأولى وطفلتهم الصغيرة وأبوه والزوجة الثانية كلهم بالأسماء أعرفهم فننتبه العزوبية بكل ما فيها أنتم الآن قد طويتم صفحتها بعجرها ببجرها بأخطائها باندفاعاتها بكل اللي فيها أنت الآن تزوجت وأنت تقصد الستر أنت تقصد بناء أسرة أنت تقصد أنه التاريخ ذا يغسل إذا كان به بعض براثن الخطأ لا والله تاريخك أبيض ناصح ربي عز وجل تمام لك الحياة كلها بستر وسلامة في أخطاء في الماضي قرطسها قرطسها ورميها على جن عشان أرجع أكد لكم تنتبهوا أن المرأة الحدث عندها عالي والبنات اليوم ما هم زي أمي وأمك البنات اليوم هم فتحين ما يعني مفتحين يعني ما يمشي وتسكن مصيبتك كبيرة لو هي كمان صاحبة التجارب قدها عارفة يعني عالمين يا أبا بتضحك عالمين تعالي هنا أنا أعرف كل الحواديد دي ممكن ما تقول لك أنا أعرف بس هي عملياً تعرف فإذا كانت من هذا الصنف يصبح الموضوع يبغى له حذر أكثر وانت بالمقابل إذا كان في لك تجارب سابقة انتبهي هذا الشاب اللي انت تزوجتيه ربما يكون واحد صاحب ماكل السمكة وديلها أيوه فامشي عدل معاه بلاش التخبيص خلص اللي كان في الماضي كان الله يرحم ما كان انتهينا منه أي كان شكله الآن أنتم الاثنين لكم ماضي أحدكم له ماضي خلص لا نفتش وراء الآخر نقول نحن وعيال اليوم ونبدأ من جديد في نقطة مهمة جدا أيضا فرق بين الاثنين الرجال بعد ما أجريت دراسات كثيرة على الرجال اللي معرفة مين اللي أكثر ثرثرة مين أكثر كلاما الرجل أو المرأة شيء العجيب تتصور مين اللي طلع كلامه أكثر المرأة اللهي مظلومة مزيكينا إحنا اللي طلعنا ثرثارين أكثر نعم ولكن خارج البيت الرجل خارج البيت ثرثار أكثر في العمل الرجل يتكلم كثير برضو بين قوسين أقول لكم هذا الكلام ينطبق على الغالبية العظمى لا يجي واحد منكم يكون صامت مثل أبو الهول يقول طب أنا من يثرثار إيه وأنت كم نسبة أمثالك نسبة ضعيلة الغالبية العظمى من الرجال يتكلمون وثرثارين خارج البيت بوفرة أما المرأة فهي ثرثرتها فين تحبها تكون داخل البيت ومع زوجها ولهذا السبب أرجع أذكركم بأهمية أن تكون منصطا داخل البيت عشان تديها فرصة تتكلم المرأة لما تتكلم ترى مو دائما تبحث عن مشكلة تبغى تحلها لا المرأة بتتكلم علشان توطد العلاقات ارجع للبيت اليوم شوف أمك وأخواتك مع مين يتكلموا إيش اللي خلى شركات الاتصالات أغنى الشركات في العالم إيش اللي خليها أغنى شركات في العالم عشان كثرة الهرج والكلام النساء يتكلموا يتكلموا بوفرة أمك إذا ما وجدت من أبوك منصط لها حتدورها على حد تتكلم معاه يا مع واحدة من بناتها يا مع واحدة من خواتها يا مع واحدة من جاراتها فهم لما يتكلموا يتكلموا عشان يوطدوا العلاقات تدري عن إيش يتكلموا النساء في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي الليل عن إيش إيش طبختي إيش مساوية إيش العيالي اليوم عملوا كلام من غصف للحياة العادية لا إنت إذا تبغى تتكلم ياتتكلم في الكورة عن نادي النصر ونادي الشباب ونادي الهلال والأهلي وإيش عملوا والحكم ابن الستين بسبعين داللي ما أنصفهم قضايا ومشاكل تبغى تحلها المرأة لا المرأة لا تتكلم لهذا السبب هنا في نقطة في منتهى الخطورة وموجهة لكم يا لكنا يا بنات الرجل يعتبر زوجته خائنة لو تعاطفت مع رجل آخر يعني يعني بكرة حيجي لك زوجك يتكلم إذا كان معلم عن مديره في المدرسة ويتكلم لك عنه أنه هذا المدير ابن ستين بسبعين وانت هو يروي لك حكاوي اكتشفت أنه زوجك هو الغلطان والمدير ما هو غلطان فإياك أنك تقولي له والله أنا ما أنا شايف المدير دا غلطان يا سلام يا سلام عليك رائعة في الحالة دي عاد ربي عينك حل يجي لك منه ترى ممكن يقول لك العبارة التالية طالما هي أختي عاجبك روح تزوجي والله في شباب يسوها فإياك أن تظهر تعاطفك مع بائع الخضرة ولا مع راعي الدكان ولا مع راعي المحل لمجرد أنك أنت شايف أنه على حق قد يكون على حق بس مو بهذه الطريقة تظهر التعاطف ممكن تسحى بي زوجك من يده وتخرجي من المحل ولا تشتري من عنده عشان تتجنبي قولة والله يا هو معاهك أنت اللي غلطان ما ينفع هذا الكلام خاصة مع شبابنا الشرقيين يعني الأمور راح تكون محتدي مع الآخر وعلى الإطلاق لازم تبتعد عنها آخر نقطة على هذا التعبير ابني صغير آخر مرة إذا رحت أنت وزوجك عشان تزوره بنت خالتك بنت عمتك صديقتك هو اللي بيوصلك والعنوان معاك والعنوان يقول شارع الأمير سلطان عند تقاطعه مع صاري يمين خلف صيدلية النهدي ويمر زوجك وشوفي صيدلية النهدي تقول له الخلف هو يفهم الخلف بطريقة وأنت فهمتها بطريقة ترى إذا بديت تقول له يا ابن الحلال صرنا رايحين جايين من الشارع سبع مرات والذي يدخلك الجنة قلين نوقف نسأل أحد يا إلهي علي يحصل لك يا إلهي علي سيحصل لك ليه أنا غبي يعني حمار شايفتني أنا ما أفهم يعني أنا جاي من فين جاي من البادية توي ما أعرف شوارع جدا ترى أنا من عيال جدا أنا أعرف ويفضل رايح سري مري ولا يسأل أحد طب إيش الطريقة في مثل هذه الحالة لما يركب راسه الرجال في طريقة جدا جدا سهلة تصلي على بنت خالتك هاي يا سميرة كيف حالك حبيبتي إحنا دخلنا في شارع صاري إيوه وتعدين دحين مكتبة جريل أنا شايفة على الزاوية الصيدلية حق النهدي قبلها ولا بعدها لا قبلها حبيبي تقول لك في لانا سميرة تقول لك قبلها إيوه وبعدين طبعا أنت لا تدخل دحين ماذا تفعل أنت تقول لكلام حق بنت خالتك أما لو قلت له لا 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 من هنا أنت ما تعرف قبلها قبلها فيه احتمال نسلك بالشارع وقل لي خذي لحموزين وروحي لبنت خالتك كل الكلام دانا اليوم أعطيكم يا ليه لأنه هذه مفاتيح للتعامل مبنية على معرفتنا بشخصية ونفسية الرجل ومعرفتنا بشخصية ونفسية المرأة أظن الخمسة خلصوا النقطة الفارقة أيضا بين الرجل والمرأة في صفاتهم النفسية أن المرأة بصفة عامة تنشد تطوير نفسها الرجل حتة التطوير أقل اهتماما فيها ولذلك الناس اللي يشتغلوا في التدريب يدركوا جيدا أن زباينهم من النساء أضعاف الزباين من الرجال في أي دورة المرأة تبغى تتطور وتحسن يعني من شخصيتها من حياته الرجل أقل رغبة في هذا إلا إذا كان هذا التطوير مرتبط بعمل أو بزيادة راتب أو برفع درجة أو شيء من هذا القبيل والرجل أيضا لا يصلح الأمور إلا إذا تعطلت ولذلك إذا خربت الغسالة خربت تلفزيون خربت حاجة ومطمطها ورماها ورى الظهر وما تتفاجأ أي كثير ما تتفاجأ أي كثير هذه يعني صفة شائعة بس هنا بالمقابل بين قوسين المرأة التي يكون لها زوج يسعى إلى إصلاح ما يتعطل من أدوات في البيت ويصلح الخراب هذه مرأة تعشق مثل هذا الرجل لذلك نصيحة لوجه الله يوم ما تحس أن بيتك صار في عطل في أمر ما احرص على إصلاحه لأن هذه رسالة أنت عاجل أنا ماجين راح تصلحه طيب صلحه الآن بدل ما تعطله شهر ولا شهرين ولا ثلاثة بنفس الوقت مجرد إصلاحه بعد ما تسمع منها أن الحاجة الفلانية معطلة هذا عبارة عن رسالة للزوجة أنك أنت مهمة عندي وسنرى بعد قليل في الخصائص الأخرى أيضا أن هذه مسألة من المسألة تزيد المحبة بين الزوجين أيضا من الفروق اهتمامات المرأة تعتمد على الحب والمودة في حين أن الرجل تعتمد القضية عنده على إحراز النتائج كم كسب كم حقق من نجاح كم حقق من تفوق ولهذا إذا رأيت زوجك هم فقط أنه ينجح ويحقق مكاسب ترى الأمر طبيعي لا تعتبر ذلك أمرا شاذا أيضا من الفروق أيضا من الفروق بينهما أن الرجل إذا تبغون يا أوقف ترى أوقف ما عندي مشكلة أوقف على ما تخلصوا أكل طيب متى يغضب الرجل هذه جزئية مواجهة لك يا بنتي الرجل يغضب غضبا شديدا إذا شعر أن المرأة تريد تغييره ولذلك من العبارات التي أحيانا بناتنا يغلط فيها تأتي ما تقول له يا دكتور لي متزوجة سنة ونص ما هو راضي يصير زي ما أنا أبغى يا سلام هو من قال لك أنه سيصير مدى زي ما تبغي من الذي قال أنه لازم هذا الزوج يصير على طبطابك ما في واحد يصير على طبطاب الآخر إلا إذا أحبه من القصص اللي ينبغي أن تذكر في هذا الصدد أعرف اثنين واحد منهم توفي الله يرحم قريبا رجل كبير لما توفي لكن أيام شبابه ليس أيام شبابه شبابه كان عنده بني واحدة من بناته كانت خريجة الجامعة وصديقه الحميم صديق عمره عنده ولد معروف معروف جدا في أحد الأحياء الشعبية باللغة اللي كلنا نعرفها حون شي من الآخر كان فلان هذا إذا مشى في الشارع حق الحارة كل الحارة تسمع صوت تسحب الشبشي بحقه على الاسفلت شخ 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 كده يمشي وصل كفاءة وبلط طيب نشمي حبيب فزيع في صفات كثيرة جدا رائعة جالي أبو قال لابا تزوج قال طيب يعني نزوجك بس ما في شغلانة زي الناس بيدك أنت تتوك مستلم شغلك قال لابا تزوج قال ويعني علاقتنا أكثر من ثلاثين سنة شكرا فرايح أقول لك حاجة أنت معاك مطلق الحرية يا توافق أترفض خير قالوا الحكاية كذا كذا قال له والله أنا ما جاوبك أنا أسأل لبنت جاء للبنت قال لها فلان الفلاني تقدم أبولي خطبتك إيش رايك قال تعطيني أسبوع أستخير الله استخارت ربها وافقت يقول أبوها للأمانة قلت يا بنتي أنت عارفة على مين وافقتي قالت له عارفة قالت ترى هذا يعني تعليمه ما زال بسيط وظيفته بسيطة وانت عارفة أنه هو يعني شوية حمش قالت له أنا خلاص أنا أمي تعرف أمه وخواته يقول عنه قلبه أبيض مثل الثلج وإنسان طيب أنا هذه الصفات إن شاء الله ربي عز وجل يقدرني الأشياء المي طيبة أساعدني حسنة اتزوجوا عشان لا أطول عليكم وبعد ما تزوجوا درسته أولى ثانوي فنجح وثانية ثانوي فنجح وثالثة ثانوي ونجح ودخل كلية صناعية واتخرج منها وهو الآن رئيس قسم في إحدى محطات التحلية في المملكة وذاك الحوانشي اللي إذا سمع الأذان يروح يندس السجدة فيه جبينه قد كده وصلوات الخمسة في المسجد ورجل يخشى الله بطريقة عملية طيب كيف قدرت تحوله هنا الشطارة إذا تبغي زوجك يصير مثل ما تبغي أبغى أذكركم بحاجة طالما أنهم جابوا للعصير جعتني سيدة يوم الأيام تشتكي أنه زوجها ما هو راضي يصير على طبطابها وتتكلم عنه فيه ويخطيه وعمل ويسوه ويفعل ويترك بعدين كده سكت قلت لي عفوا واسلك سؤال أنت إشنو على العصير اللي تحبيه طالعت فيي كأنها تقول في نفسها إشبه الخبل ده أنا جاي أشتكي على زوجي يحكيني على العصير قلت ما عليش قليلي إشنو على العصير تحبيه إحنا عندنا يا فراولة يا برتقال قال لا برتقال قلت طيب تحبي تشربه في كاس من الزجاج ولا في كاس ورق ولا في كاس بلاستيك قال لا في كاس الزجاج قلت الكاسة ما عليش لو عليها آثار البصمات من برة قال لا ما شربها طيب تحبي نجيب لكيها على تبسي من المعدن ولا من البلاستيك قال لا معدن قلت مذهب ولا فضي قال لا فضي قلت تحبي نحطي لك تحتها ورقة دونتلة كده قال إيوه تحبي نحط لك شريحة برتقال عليها ولا بلاشة قال لا معلش إذا حط قلت حبيت شربيها وانتي واقفة أو أنت جالسة قال لا أنا جالسة قلت على طربيزة أو على كنبة قال لا على كنبة قلت في غرفة مكيفة أو غير مكيفة قال لا مكيفة قلت لها طاقة ولا بدون طاقة قال لا طاقة قلت طل على مرمى القمامة حق الحارة ولا على الحديقة قال لا على الحديقة إن أمكن قلت إيش رأيك أجيب لك عصير فراولة بكاسة بلاستيك على قطعة كرتون ولا دنتلة ولا نيلة والكاسة من بر عليها آثار شحم والغرفة اللي هتجد تشرب فيها العصير ما فيها حتى طربيزة ولا حتى طاقة ولا مكيفة قال والله ما أشربها قلت ليه قال ما أشرب شيء ما على كيفي قلت وزوجك أيضا لا يمكن يكون على كيفك بديل طريقة إزقي زوجك العصير اللي حبه بالطريقة اللي حبها مو بالطريقة اللي أنت تبريها هذه القاعدة ما بس تنطبق على المرأة هذه تنطبق الرجل على المرأة يوم اللي أهل الهند من خصالهم الإيجابية أنه عندهم محلات زي كارفور واللولو والمحلات الضخمة الهايبار هذه هذه فيها من الإبرة للسيارة كل ما يخطر في بالك فيها ملابس وأثاث ومأكولات والآخرين يوم اللي يزوجوا يتزوج واحد يأتي يعلن بين أقارب وأصحابه يقول ترى يا جماعة أنا أجهز بيتي من محل مثلا هايبار باندا الأندلس خلص كل الأصحاب والأقارب يعرفوا أنه هو حيجاهز مناك يروحوا للمحل يسألوا صاحب المحل فين القائمة حق تفلان حق الجهازه لنروح يكتب قائمة بالاحتياجات يقولهم هذه القائمة يجي أخونا حسين يبغى يهدي هذا الشاب هديه بألف ريال يطالع إيش الحاجات اللي يبقى ما تبقى ألف ريال والله فيه ثلاجة كاتبة هو مثلا عشر أقدام بألف ريال يكتب اسمه جنبها ويحط الألف ريال ويدفع ويأخذ الإيصال الآن شكل الثلاجة من يختارها العريس بس هو قدم هدية من أي نوع من النوع اللي يحتاجه صاحبها إحنا الآن تيجي الآدمية تولد فين ولدت في المركز الطبي الدولي زوجتي تقولي ترى بين دخالتي ولدت طيب يا أمي إش المطلوب مني أبغى منك خمسمائة ريال لأشتغيلها هدية ترى الشهر هذه مزنقة خمسمائة ما فيه يكفي ثلاثمائة ما عشي الحال طبعا نغرى خشمها وبمنية نعطي الثلاثمائة تروح إيش اللي بثلاثمائة في علبة شوكولاتة كويسة بثلاثمائة تأخذها علبة شوكولاتة وبنت خالتها تأخذ علبة شوكولاتة وبنت عمتها علبة شوكولاتة وجارتها علبة شوكولاتة تيجي الآدمية هي طالح من المستشفى معاها فوق العشرين علبة شوكولاتة يعني لو حبت تفتح محل بيع شوكولاتات تقدر تروح البيت ما تسوي بشوكولاتة دي كلها تفتح لها علبة تأكل منها والضيف الآخرين والباقي باقي تخزن تقول ما تسوي إذا ولدت واحدة ثانية من الجماعة تأخذ واحدة من علبة شوكولاتة تهديها يا هذه المحطة الثانية نفس الشيء الثاني يوم اللي تنفت علبة الشوكولاتة عند الوالدانة رقم واحد وعشرين تكون سوست سوست ليه لأننا ما نسأل اللي ماخذين له الهدية انتش تحتاج ما نسأل قضية خطيرة فيه مال يهدر وفيه طرف آخر حسبنا عليه هدية ما استفاد منها ولذلك إذا تبغى تهدي اهدي احتياج المهدى إليه لا تجي تقول والله ما ناخذ لها ناخذ لها عربية حق الأطفال طيب ما يمكن يكون جاهها أربع خمس عربيات إذن إذا أبغى أهدي زوجتي أهديها ما تحتاج إذا أخذ زوجي أهدي ما يحتاج مو شرط أني أنا أسألوا لما تصيروا زوجين أنتم عارفين احتياجات بعضكم يمكن الآن في المرحلة اللي هي ما بعد الملكة وقبل الزواج يمكن تحتاج تسأل بس في السنة الأولى أكم من شهر كل واحد منكم حسير عارف إش اللي يحتاجه رحت البيت وانت ما معاك غير كبكين إذن زوجك يمكن يحتاج كبك عنده عقال واحد يتيم من التف يمكن يحتاج عقال كل اللي جايبوا معاه في جهازه لبيت الزوجية إشماغ وغطرة والإشماغ منسل إذن إيش يحتاج؟ بيأمسل حاجة الإشماغ أو بيأمسل حاجة اختار هدية لزوجك ما يحتاج إليه واختار لزوجتك ما تحتاج إليه إذا جيتي تبغي تغير زوجك فكوني على ثقة أنه سيرفض وحيغضب وحتطلع اللقرون فهذا أول مصدر من مصادر غضب الرجل المصدر الثاني شفتي جالس ميكانكن وحاطط يده على خده ومسرح وبوزه مدلدى لعشر إشبار معناها معناها فيها إنه جالس حاطط يده على خده بيطالع بالتلفزيون بس باين أنه ما بيتابع لا تيجي كده قدام وجهه إيش بك؟ ليه ما تتكلم؟ الله يرحم والديك تركيني شوي ليه أتركك؟ إيش بك أنا أنا جارية عندك؟ يا أمي وليه يرحم والديك أنت على رأسي من فوق ما أنت جارية أنت تاج رأسي بس يعني أديني مهلة شوي لا مني مديتك برا صوتك قبل شوي أنت تتكلم بالجوال مع صاحبك لا لا يوم اللي دخلت خلاص مقبرة أنت داخل عليها ولا أنت جايبني هنا عشان تدفني طبعا كل مرة ترميلها رمية تعبير أحد زملائنا يقول بنتي لما أنت جيني هنا اللون صير أقرب إلى السواد وفي علامة خمس أصابع تقول لي يا بابا فلان ضربني يقول لي وهو أصلا فلان هذا مجنون وابن ستين بسبعين أنت جالسة لا بيكي ولا عليكي دخل من برا على طول وراحم بذلك للطاق على وجهك ما قلت له يعني ما سأقول له أسألك بالله ما قلت له طبعا لما نتفك الملف قالت له شيء لا ينطاق يعني بركة أنه بس بالطراق الواحد كان يريد أن يريد لها فرم وتوزيع رولات على البسعج حقا لما 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 نقتحم عشو لا نأتي نهوش نهوش الدبابير ننكشها إليه لا يا ماما هو يبغى ينعزل شوية دعني نعزل لا تقرب الدنيا ما هي الطريقة المثلة الطريقة المثلة لأنني أنا أجي عنده عند باب الغرفة حبيبي تبغى شيء كذا بحنية لا شكرا طبعا رده هو جامد روحي يغيبي لك عشرة دقائق ربع ساعة أنت تعرف أنه أحب البرتقال جبي له برتقال مو فرع ولا أدخل عنده وحطي كاسة البرتقال قدامه وقربي له علبة المناديل بالعافية إن شاء الله وتوكل يا الرحمن بالقصة الأولانية بالسيناريو الأولاني ما كان اتجاه المؤشر طالع لي فين اتجاه الأحمر الآن هو قبل الأحمر بشوية مزرق ومضارب مع مديره أو مع زميله بالحركتين ما حدث فيه بدأ يقل بعد ربع ساعة ثلاث ساعة يرجعي سيكون شرب شوية من من كاسة العصير يعد تعرفي إن هو يحب القهوة مع التمرة سويت دلدة صغيرة وصحن تمرة وجيت له وصبيت له فنجان القهوة وعطيتي هو صبي لنفسك واجلسي لك كده ربع دقيقة نص دقيقة دقيقة شرب معه وقدمي له التمرة يمكن يبدأ يفوك يسلموا إيديك ويبتسم يا حبيبي أنا أنا تحت أمرك حسن ما شر ممكن ساعتها يفوك وممكن ممكن يفضل يتكلم يفضل ساكت إذا شفنا إننا ما إحنا قادرين نفوك جليده إيش نسوي شربنا فنجان القهوة و فلسعنا اروحي يسوي لك أي حاجة غيبي عنه فيه احتمال كبير جدا إنه بعد الحركات الثلاثة أو الأربعة ذول هو يجي لك فإيش الرسالة اللي توصل من زوجة اللي زوجها بهذه الحركات البسيطة جدا توصل له رسالة إنه أنا عندي زوجة تفهمني تقدرني تحترمني تراعي خاطري ما تقتحم علي عشي تديني مساحة أفكر فيها وأتحرك بها إذا زوجك عمل حاجة لأهلك أو ليك في البيت أو لأولادك أو لأي حاجة قبل ما يجوا الأولاد لسا الأولاد بدري عليهم أي حاجة طيبة يسويها ينبغي أن يقدر طبعا ما يحتاج عشان أقدره أسوي له درع لا كلمة الله لا يحرمني منك الله يزاك خير الله يمتعك بالصحة والعافية تسلم يديك يا حبيبي أي كلمة أرخص شيء في الوجود هو أغلى شيء في الوجود الكلمة أرخص شيء ما تكلف سهل أن يقولها أي إنسان ولكن هي أثمن ما في الوجود حروب تصير عشان كلمات الكلمة دورها ما حد يتخيله فأنت طالع من فمك الكلمة الطيبة وطالع من فمك الكلمة القبيحة أما أجي أقول له الله لا يشكر لك أنت إش سويت يعني مو كل الرجاجين يسوي اللي أنت سويته أنا من دحين أطمنك أنه حيل عن أبو خاش الحياة الزوجية وحيطلع إذا ما نطح راسه بالجدار سيقول إيش الغباوة دي اللي أنا وقعت فيها إيش الجنون دا لأنني ما كنت جالس مرتاح لا لا يا بنتي أي عمل مهما يكن بسيط إن شاء الله يدخل بقالة ويجيب خارج طالع منها جايب لك أيسي كريم أو بوريالين الله يبرد عليك البدر الله يزاك الخير إذا كنت حصيفة وتبغي لا يتخيل إمرأة في الدنيا سواك لازم الكلام داين قال تسلم إيديك الله يبرد على قلبك والله إني أنا يعني أحب هذا النوع من الأيسي كريم تسلم يا حبيبي بكذا نقدر جهد الرجل مهما يكن بسيط نقطة أخرى أيضا توضي بالرجل إذا قابلتي ويا الله دش أسئلة إذا طلع من عند أمه آه سويت إيش أكلت لأمك إيش قدمت لك ما حكتك عن أختك البيت اللي يقوله أنه هم اشتروا ما كلمتك عنه وانت مالك هو أول سؤال يسكت عنه الثاني يسكت عنه يوم ما تحسي أنه بيجاوب عليك بأسئلة نعم لا صح خطأ لا تكملي معناها ما له رغب يتكلم فكل ما ألحيتي كل ما ضغطي علي أكثر كل ما انضغط أكثر كل ما صار أقرب إلى الغضب والله سألتي السؤال أخونا مفك وصار يحكيك عن الأمور بتفاصيلها اسألي سؤال آخر أما إذا شفت بيعطيك أجوب مقتضبة مختصرة معنى ذلك أنه هو ما يبغي يتكلم فلا تكثير الأسئلة أيضا يغضب الرجل حينما لا تثق به عندي حالات كثيرة الآن على حفة الطلاق ليه؟ لا تثق فيه أعطته شيك لأنه هي ثرية بعشرين ألف فإن الباقي؟ أي تباقي عندك الفواتير راجعية إيوة راجعتها حصلت في ألف وخمسمائة ريال مي موجودة ألف وخمسمائة ريال ما هي موجودة لا ما هي موجودة ما أنت فاكرة يوم اللي قلتي لي خذ هذا الشيك إذا صرفت واجب لي منه ألف وخمسمائة أوه إلا والله أنا آسفة انسي أنا آسفة دي مال في بنك يصرفها أنت وصلت له رسالة أنك لا تثقي به طبعاً تظهر عدم يظهر عدم الثقة فين؟ في أنه يقول حدوته وتكذي بها ويكثر التكذيب فإذا كان صادق حتصير مشكلة كبيرة حيثور حيغضب حيرتفع صوته الله أعلم لي فين توصل الأمور أيضاً الرجل يغضب إذا شعر أن زوجته تعامله كطفل في حريم هي تشتري له الثوب لا بأس جزاها الله خير هي تختر له الكبكات لا بأس عشي الحال الله يزاها الخير تختر له أنه يلبس على هذا الثوب غطرة مو شمغ هنا تبدأ الأمور شوية يعني تدخل في نفق غير مقبول أو أو إذا جات وقالت له أنت ليه قلت كده المفروض أنك تقول كده يبدأ يحس أنه هي بتمشي بالإيه بالريموت طفل صغير لا يفقه قولاً واحداً عاجلاً أم أجلاً سيغضب لا تتعاملي مع زوجك على أنه طفل عامليه على أنه كبير راشد وإذا كان يقع في أخطاء فتصحح الأخطاء بطرائق غير مباشرة ليس بطريقة الملامة والعتاب وخاصة أمام الناس الآخرين نقطة أخرى أيضاً تزيد من غضب الرجل استخدام العتاب الدائم والملامة الدائمة أنا أحياناً اجتمع أمامي زوج وزوجة مختلفين أسمع من الزوجة كلام أقول هذا الرجال كيف صابر عليها من جد أقول لك بس بل كذب فاكر يومني سويت لأمي كذا 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 يلا ودش 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 والله العظيم أشعر به الرجل مسكين يكون ملوه دومه يبدأ يبدأ يكش ينضغط الملامة والعتاب قلل منها يا بنتي للرجل الرجل يشعر براحة كبيرة تجاه الزوجة اللي حبيبي انت نسيت تجيب الحاجة الفلانية أنا متأكد أنك نسيتها يلا ما هي مشكلة مرة ثانية إذا رحت صلاة المغرب إن شاء الله وافتكرتها يجيب النهية الله يزاك الخير ولا يحرمنا منك هذا أسلوب والأسلوب الثاني مئة مرة كل ما أقول لك على حاجة تنساها أصلي أنا ما ليهي قيمة عندك إيش تتوقع تكون النتيجة النتيجة غضب وإذا دخل الرجل أو المرأة في الغضب هذه القطعة اللحمة اللي بالفم ما شا تسوي؟ تغلط وإذا غلطت هتكون حفرت جوه النفس احرصوا أن لا تخطئوا نقطة مهمة جدا هنا موجهة لكم يا معشر الشباب ثقافتنا المستخدمة الآن اللي إحنا عايشين تحت مضلتها ما تحترم المرأة كثيرا خلينا نكون صرحاء مع أنفسنا أنا رجل وأنتو رجال النسبة نسبة كبيرة مننا ما حقول لا العظمى ولا الغالب أقول نسبة لا بأسة بيها من شبابنا لا يحترم المرأة وعقل المرأة ولذلك يمكن أن يتعامل معها بسخرية بفوقية انتبهوا هذه مسألة مسألة خطيرة إذا ما صارت هي السمة المميزة لتعاملك معها وتسمح للسانك يفلت عليها ويقول كلام يجرح ترى منجرد ما تبدأ الخلافات وسير الكلام الجارح يطع من أحد الطرفين ستوصل إلى مرحلة يفقد فيها الاحترام وإذا فقد الاحترام في الحياة الزوجية على الدنيا السلام أنا عندي حالات أستقبلها أحياناً يكون الرجال مضروب ماك العلقة اللي هي وأحياناً يفكل البتاع الثوب شوفي دكتور وإن هنا في علامة زي الكحل من إيش هادي رقعتني بالكاسة ولا بالطفاية في ناس يسوها في حريم بسم الله ما شاء الله مقتدرات أنا ما أنسى منظر ديك الحرمة الضخمة هنا في محكمة جدة في الجنوب ماسك الرجال من هنا هي بسم الله ما شاء الله يمكن وزنها حوالي 140 كيلو وأظن هو بحدود الأربعين 42 كيلو ماسكته كده وشاحتته والله تقول جيفة هو مسيكين شوية يوقف على رجوله وشوية ما يقدر يشحط وداخل فيه المحكمة أقول لك امشي أيوة أيوة جاي ويلهج وحالته حالة الله لا يطيحنا بيد هؤلاء طبعا الظالم إن شاء الله رب يصلط عليه امرأة من هذا القبيل خليه أتوريه أن الله حق طبعا هذا المظهر مظهر نشاز يعني يندر أن نجده المنظر الشائع لا المنظر الشائع هو قسوة الرجل على المرأة ترفع الرجل على المرأة احتقار الشاب لعقلها وأحيانا كثيرا بعض شبابنا بكل أسف ما يفتكر القوامة إلا في دي المناطق هنا يقول لك الرجل يعني الرجال قوامون على النساء هو موضوع القوامة بس أني أنا أشخط وأنفخ ولا القوامة مرتبطة أكثر بالواجبات انتبه قبل ما تطالب بحقوقك بحقوقك فكر بواجباتك قبل أن تطالبي بحقوقك أيضا فكري بواجباتك إذا أشعرت زوجك بعدم كفاءته سيغضب أنت ما يفهمك أنت ما يعرفك أنا ترى أخويا شاطر بالأمور دي هذا الكلام اللي ما له معنى هذا مصدر من مصادر غضب الرجل أيضا مما يثير غضب الرجل أنه يدخل الرجل من بره وأول شيء تسوي الزوجة تشتكي تشتكي من حرارة الجو تشتكي من البيت تشتكي من أمه تشتكي من أخته شكاوى ابعدي الشكاوى هفكرك بس بقصة الصحابية التي توفي ولدها وزوجها مسافر لما نجا إيش عملت قبل ما يجي استحمت تجهزت له سوت له عشاء وتعشه ونام معها وبعد ذلك أخبرته فراح في الصباح يخبر النبي على الصلاة والسلام بما حصل فدعا لهما بن ربي عز وجل يعوضه وقد عوضهم الله بصحابي ما أذكر اسمه بصحابي معروف حتى فالشكاوى فالشكاوى لها وقت لا تجي تشتكي على الفاضي على المليان اختاري الوقت المناسب عشان تتكلمي مع زوجك عن أمر تشتكي طيب المرأة متى تغضب إذا فقدت الرعاية والاهتمام إذا ما اهتمت فيها ما رعيتها ما رعيت خاطرها تغضب أيضا المرأة إذا لم تشعر بالحب وبكرة بالمناسبة يعني أنا رجل عمري 64 سنة ومتزوج لي 40 سنة لا تزال تسألني زوجتي هذا السؤال تحبني ستنسألوا هذا السؤال وهذا السؤال الذي لا تمل المرأة من سماع إجابته أموت فيك أنا أصلاً لا أستطيع أن أتصور حياتي بدونك أنت بالنسبة لي مثل الهوى بالنسبة للرئة ممكن أحياناً إذا مصختها بالمبالغة تحس فبالاش يعني يقول كلمة واحدة كده التي تطرف على لسانك عشان تطلع عفوية عشان تصدقك لكن إذا زودتها بل أقول لك بس مصختها ستصدمك فيها فإذا قالت لك تحبني لا تستغرب ولا تسوي زي ما يسوي بعض الشباب الحب ليس بالكلام الحب العمل واحدة واحدة بعد ثلاثة وعشرين سنة طلبت الطلاق من زوجها لأنها تقسم تقول أقسم بالله ما سمعت منه طول الثلاثة وعشرين سنة كلمة حبك ورد عليها نفس الرد اللي أقول لكم يا الله يا دكتور الحب أنا اللي أفهمه بالعمل نططية قالت بس يا دكتور اسمع هو يكلم صاحبه أبو سعيد هلا هلا أبو سعيد هلا هلا حبيبي هلا عيوني كيف حالك قل عمري ما سمعت حبيبي عيوني منه ما حبيبه عيونه غير أبو سعيد ما ليتنبق عيونه أبو سعيد المرأة تحتاج أن تشعر أنها محبوبة بالقول والفعل مو معناها أكون بكاش بالكلام وبلفع البخيل وجلده وغير لا تحتاج هذا وتحتاج هذا أيضا تغضب المرأة إذا فقدت حقها بإبداء الرأي وانتبهوا أرجع أقول لكم بنات هذا الجيل يحتاج يحسوا أنهما مشاركات معاك لا تمشي بحياتك الزوجية على أنها آخر من يعلم أنت اللي تفصل وانت اللي تختار وانت اللي تشتري وانت اللي تسوي كل حاجة في رجال جو البيت يبغي يدخل بكل صغيرة وكبيرة تجيبها على مزاجه طب وهي الرجل كرسي مالها قيمة البيت مو بيتك البيت لها البيت عمليا هي اللي عاش فيه أكثر منك كل ما في البيت ينبغي أن يتم اختياره بموافقتها إلا بحالة وحدة نقطة نظام زي ما يقولوا يوم اللي تبغى تكلفك فوق طاقتك قل لها ما أقدر أنا عيني لك بس ما أقدر ولا أبغى أعيش حياتي بالدين لا ربي فرجها علينا أبشر من العين دي قبل العين دي ولكن ينبغي أن يأخذ رأيها إذا لم تكرس حبك لها حتى لو كان اللي بالطرف الآخر أمك لا يوجد أغلى منها زوجتك لا تدخل لك الجنة لكن أمك هي لدخلك الجنة أو أو تحرمك منها لكن خليك ذكي في التعامل بين الأثنين ما تجي أمام أمك تهملها من المواقف اللي لن أنساها في حياتي أخوانا العمانيين تحديداً سكان ضفار سكان صلالة لهم تربية خاصة فيهم قدر هائل من اللطف هذا الرجل من أقاربنا من أرحامنا جالسين أم ست كبيرة تقول له ربي ما كتب له نصيب في البنين كل خلفة وبنات تقول له متى نفرح بولد لك يا أفلان وزوجته بالطرف الآخر جالسة ما سوى أبغى أزوجك وفرح بولد منك قام لزوجته مسك رأسها وقبل رأس زوجته وقال لها ولد من غير فلانة ما أبغى هذا الموقف ماذا يفعل بزوجته هذا الموقف يجعلها تشعر بدعم ما بعده دعم تخيل العكس يا أمي على يدك والله غير تقول لك أبوك البعيد على أبو أمك تبهوا هي كلمة في موقف معين لا تميل لا باتجاه زوجتك وتحمل أمك ولا باتجاه أمك وتحمل زوجتك هذه مواقف قد تبدو للعيان أنها بسيطة لكن الحقيقة مفصلية أنت ستكون في موقف ما هو سهل إذا انحطيت بين الأم وبين الزوجة لكن يفضل دائما يفضل دائما أنك أنت كل ما أكرمت زوجتك فيما لو ملت شوية اتجاه أمك في مواقف معينة ستغفر لك بل ربما تصير هي الداعمة لك وهناك نساء ويمكن يقينا تعرفون من أخواتكم من عماتكم من خالاتكم من من يعني حواليكم اللي يدفع الرجل باتجاه أمه هي زوجته طبعا في نساء نسأل الله الأفوال عافية على العكس تماما يعني لو طالت تقتل أم ولا تحذفها من من الشسم لحوالي المدنية ما قصرت لا يا بنتي لو لا أمه ما جاكي لو لا أمه ما شفتي على سطح الأرض لو لا أمه ما صار رجل بعد الله عز وجل وفضله فيوم اللي تشوفي منه انزعاج من أمه ومن أخته لا تنبسطي لا ترشي زي ما يقولوا على الموت سكر لا هنا توقفي في حلقه لا أنا ما أسمح لك هذه أمك هذه أختك إذا ربي عز وجل ما جعل فيك خير لأمك ما هيكون فيك خير لأحد ولا ربي حيبارك لنا في حياتنا الغضب اللي يكون فيه من فصل بايخ طلع من أمه والله غير يهمد وتكبري في عينه لا توظف المواقف الخلافية بينه وبين أهله واتكبريها عشان هو يلتفت لك لأنه في لحظة من اللحظات سيدرك أنك عقربة أنك إبليس العين ويفكرك فيها فأكرة يوما لأمي وقلتيلي وعملتيلي حيفكرك فيها لكن يوما لتدفعي باتجاه أمه وأهله حيشيلها رصيد لك فانتبهي لهذا إذا لم تجد المرأة زوجي يتفهمها تغضب أنت متى ما تفهم زوجتك ما تفهمها يوم اللي تكون غير منصد يوم اللي يكون بالك مشغول في أمور أخرى ساعة ما تفهمها تكون هي تغرد في في وادي وأنت في وادي آخر إذا أردت أن تنصد انصد بكل جوار حك لها أيضاً إذا لم تحترم أما كيف ما تحترم عدوا إنسة من الوسائل والأساليب اللي يظهرها الرجال بعدم احترام لهم لا زوجتك ينبغي أن تبقى كل الوقت شعرة بالاحترام بخاصة أمام أهلها يوم اللي يجو أهلها إذا تبغى تظهر الاحترام الحقيقي ينبغي أن يظهر الاحترام لأهلها ولها بوجودهم ترفع رأسها ترفع رأسها المرأة يوم اللي يكون زوجها مقدر رأيها يوم اللي يشاورها في أبسط حاجة طبعاً مو معناها أني أنا أشاورها في أبسط حاجة قدام أهلها وبعدما أهلها يتوكل على الرحمن قال عن أبو خاشها أنا ما سويت شيء هذا النفاق والسلوك المتناقض سينكشف ينبغي أن تشعر أنها محترمة لو كنت لوحدها لو كانت لوحدها مع أهلها مع أهلك في كل الحالات وإلا فإنها ستغضب حاجات الرجل والمرأة الأساسية الرجل أول حاجة تبهيلها يا بنتي أن تشبع لديه الشعور بالثقة إذا شعر الرجل أنك تثق به يش رائع والمرأة أول حاجة بالنسبة لها أن تشعر أنها مهتم بها لا تهمل مرضها لا تهمل آلام أسنانها لا تهمل أي شيء يتعلق بها اشعرها أنك مهتم إذا كنت خارج من بيتك وزوجتك تشتكي من صداع خفيف ويمكن يكون الصداع دا والإرباك مقدمة لدورتها الشهرية لا تروح شغلك ولا تسافر وتنساها ارفع سماعة التليفون الحمد لله وسائل التواصل صارت سهلة ارفع سماعة التليفون واكتصال لها حبيبتي كيف كيف صداعك الحين إن شاء الله أحسن ستقدرها كثير ستشعر أنك مهتم بها إذا كانت حكتك في الليل أو في الصباح عن مرض أمها أو عن مشكلة في عائلتها ارفع سماعة التليفون وقلها طمينيني ما حدث في الموضوع الفلاني عسد طم نوكي هذه إشارات بسيطة ما تكلفك شيء ما تكلفك شيء على الإطلاق والشباب العقلين ما حدثوا يأخذوا الأجهزة الجوال حقتهم يكتب فيها ملاحظة كتذكير ساعة عشر من الصباح يتصل عشان يسألها عن صباحها عن أمها عن حالتها عن أي حاجة شغلة بالها أيضا حاجة الرجل الثانية القبول ما يعني لا تجد تفصل زوجك على الطبطب لا بشكله ولا بغير شكله من القصص المضحكة المبكية شاب إمام مسجد في حارة تعين فيه جديد حبيب طيوب كريم صاحب دين صاروا أهل الحي صلوا ورا حبوه في يوم من الأيام بيت أحد المصلين خرجت منه شابة كأنه لمحة راح لأمه قال لها يا أمي والله اليوم شفت ابني عجبتني وهو على وشك زواج قال له طيب من عيوني لاثنين تعرف أبوها قال لي وأبوها من المصلين عندنا في المسجد من عيوني حبيبي جس نبض الأب يزوجوا ولا ما يزوجوا جاء للأب قال له والله يعني أنا طالب القرب منك والوالدة تبغى تزوركم متى الوقت المناسب تأتيكم قال له جوالك عندي أنا أكلم أم لعيال تخليها تتواصل معها كلمتها راح تشافتها عجبتها للأم جاهد قالت له والله ما شاء الله تبارك الله لابني أبد ما عليها يا ما فيها أي عيب توكننا على الله راح راح يبغى يشوف يشوف الشرعية أخونا كان مرزاب ومو مزبوط قصة حقيقية أنا كتبتها يعني في يوم الآن في مقال في عكاو فقالت لأبوها ما أبغى لي يا بنتي قالت لما مرزاب ومو مزبوط قال له من جدي قالت والله هذا لما أنا أمشي أنا وياه في الشارع وهم هتوى كده ما يقولون عن مصاحباتي يهديك يرضيك الرجال ليس بالشوفة ليس بالشكل لا يدخل من هنا يخرج من هنا صرفوا دارت الأيام جاه واحد بسم الله ما شاء الله على سنقة عشرة كله من رأسه لساسه منشة يوم اللي شافته شافة جاءت لقلت شفت شفت الأناقة شفت ثوبة شفت الكبك شفت الأزارير شفت المرزاب كيف يعني علمي جزمة ومش عارفة قال لا الله يبارك لك إن شاء الله تزوجت راحت شهر العسل شهر العسل صاحبنا راح بالجنز والبلوزة والتيشيرت والآخرين أرجع من شهر العسل جلس وثلاث أيام وبعدين سيبدأ شغله هو موظف في يوم يبغي يروح الشغل في الصباح الباكر قام فين ثوبي قاتلوا في الدولاب فين شماغي قاتلوا في الدولاب قال لها ما كويتي قاتلوا أنا ما عرف كوي قال لها بسرعة كوي على ما أستحمى كان عمرها ما كوت شماغ ما تعرف شي عنه هذا يعني من عالم آخر بالنسبة لها المهم أخونا جايل بس شماغ بدل ما يحصل مرزاب واحد حصل مرزابين جنب بعض متوازيين لبسه كده طالع في المراية شاء في الدنيا مقلوبة أنت ما تعرف تسوي مرزاب أنت فيك أنت إختيك المهم منه كلمة منها كلمة حصلت معركة ما خلالها ولا بقالها صارت تبكي هو وظبط المرزاب حقه بسرعة لبسه وراح اتصت على أبوه قالت له سبني وشتمني وهزأني وأنا ما أنا أقدر إيش معه واللي فيه واللي يخطيه جاء أبوها أخذها وصارت زعلة وطلقت على أثرها طلقت خلع قال لها والله لما أنت شوفي حلمة ودنك ما أطلقي أنا دافع المبلغ الفلاني تبقي تطلقي أطلبي الخلع طلبت الخلع وطر أبوها شافوا هذا إمام المسجد بعد مدة جالس في المسجد باعث بعد الصلاة إيش باقي عم فلان قال لي والله يا ولادي أنا في هم وكرب إيش الحكاية حكاها الحكاية قالوا كم يبغى لك قالوا كان مهرها مئة ألف من فينا جبله خمسين ألف والله ما عندي أنا توباني الفيلا وحالتي على الله قالوا أبشر ثاني يوم جبلوا شيك فمن أنقذها من صاحب المرزاب المظبوط صاحب المرزاب غير المظبوط نعم وهنا تنتبهوا يا بنات انتبهوا الرجل عمر ما يكون بشكله الرجل الحقيقي بكيانه بقيمته بأخلاقه بمخافته من الله هذا هو الرجل اللي تقدر تستندي عليه وتتكي عليه أما هذه الأشكال المزبرقة اللي من برة ترى مو دائما تكون يعني مؤشر على حقيقة الرجل الرجل اقبلي زي ما قلنا شنبه عريض شنبه صغير حواجبه من عاجبتك خشمه زي خشمي بسم الله ما شاء الله ضخم الجثة أي مشكلة انت شفتيه عجبك بشكله أهلا وسهلا ما عجب تقولي ما أبغى يعني يجوني أحيانا شابات يقولك ما أبغى لي يا بنتي ما تبغي دكتور شكله مو حلو شكله كله قالت لي شكله ما يعني أنا لما أمشي ما أشعرني أنا ماشي يعني مع واحد كده أرفع رأسي في قلتي والله معاكي حق أصلك انتي حتى تمشي معاوك رابطة برقبة حبل وترقصي عشان تكسب فلوس من وراء شكله في ناس عندهم هذا المنطق المرأة بالمقابل حاجة عندها أنك تفهمها أحيانا كثيرة سيصادفك هذا أن زوجتك تقول كلام وتقصد شيء آخر لذلك يوم اللي تسمع من زوجتك كلمة ما تعجبك لا ثور قول ليش تقصدي بالكلمة دي بالمناسبة بين قوسين في كلمات من منطقة لمنطقة يختلف معناها تعرف لو كان في امرأة مغربية قلت الله شكلك أنت حساسة وهي يعني ما وراها رجال ممكن يشله مسدس براسك يفرغوا لأنه حساسة معناها داعرة الكلام مدلوله أحيانا يختلف من أسر لأسرة في يوم اللي تقول كلمة ما فهمتها قول ليش تقصدي بكذا خليها توضح لك إذا والله هو نفس المعنى ويزعل ازعل معك حق ما حدي يعتب عليك ساعته لكن قد تكون هي تقصد به معنا آخر التقدير أوعي تدخلي في نفق إهانة الرجل حداري من أنك تقولي كلمة أو تتصرفي التصرف يوصل له رسالة أنك أنت البعيد تصفيك هذه ترى تذبحوا للرجل هذه اللي تطلع قرون مظبوط أن يكون جالس يتكلم معك وأنت يضير ظهرك وتمشي أو تشمقه له أو تسوي له بيدك الحركات دي كلها ترفع ضغطه يعني أنا أعرف رجل يوم اللي صارت الحادثة دي معا كان على أبواب الثمانين عنده بنت بنت أستاذ الجامعة لكنها عصبية على حسب كلامه يقول جالسة تتكلم معايا بالسبابة وتحركها قدام وجهي ومتعصبة وهو متعصب شوية يقول الإصباح هذا يبغى يدخل في عيني بس كسر لها السلامية كسر سلامية إصباحها وتجبرت بسبب رسائل من خلال هذا السبابة أشارت للأب أنك أنت لا تعني لي شيء الرجل انتبهي أنك أنت تهيني أو يظهر منك عدم تقدير بالكلام أو بالفعل أيضا من حاجات مقابل طبعا التقدير المهم عند الرجل الاحترام عند المرأة لا تهين المرأة لا تهينها الله أكبر لعزة الله لا تهين زوجتك مهما كانت الأسباب من الحاجات التي تهم الرجل أيضا الإعجاب اظهر إعجابك بهذا الرجل لأبسط الأشياء التي يسويها يمكن تكون هذه هي إمكاناته ليس شرط يكون لعب كرة ماهر ولا مطرب ماهر ولا عالم ولا لكن تديني دقيقة على ما يخلص الأذان أنا خلص المرأة من الحاجات المهمة عندها الإنصاط لها وهذه تحدثنا عنها بمهدي كفاية الرجل حينما يقع في مأزق لا تلوميه أوقفي جنبه ادعميه عززيه امنحيه التأييد أيضا يقابلها أن تشعر المرأة وذكرناها أيضا في السياق بحقها في إبداء الرأي لا تحرمها من أن تقول رأيها في أي مسألة من المسائل أخيرا الرجل يحتاج للتشجيع في حين أن المرأة كما قلنا تحتاج للحب الدائم أعتقد أنه ينبغي على شهر زاد أن تتوقف عن الكلام المباح لأداء الصلاة وأشكر لكم حسن إنصاطكم وأتمنى لكم زواجا سعيدا وأتمنى من الله عز وجل للشباب أن يأخذوا بكل الملاحظات التي قلناها في خصائص المرأة وأتمنى لبنات الشابات أن يأخذوا أيضا بعين الاعتبار كل الخصائص لأكدنا عليها في الرجل لحسن التعامل مع بعضكم ولتبنوا بيوتا آمل من الله أن تكون سعيدة وموافقة شكرا لكم لحظة أيها الأخوة لحظة جزا الله خيرا الدكتور المبدع ميسر طاهر والذي أسرنا وسحرنا بأسلوبه ومادته القوية أحبة الكرام نأخذ سؤالين من الشباب وسؤالين من الفتريات ثم نقوم إلى الصلاة أبدأ بسؤال أحد الشباب هنا يقول يا دكتور أنا سريع الغضب جدا جدا وإذا حصل شيء زعلني ولو تافه أكون سريع الهجوم وتعبت إيش أسوي في كتب في جرير عن سرعة الغضب تنفع أن الواحد يقرأها ويطبق الخطوات اللي فيها ولكن من القواعد العامة في سرعة الغضب أول ما تبدأ تحس أنه الأنبير زي ما نقوله ولا المؤشر بدأ يرتفع غادر المكان خرج تخرج برى البيت تروح لغرفة ثانية تروح لدورة مياه عزاكم الله تتوضى توقف تحت الدوش تصب على النفع أي حاجة لكن لا تفضل في نفس المكان هذه قضية بمقدوري أني أنا أسويها إذا وجدت أنك أنت سرعة الغضب عندك هائلة ينبغي أن تصارح زوجتك بذلك ومن الطرق التي نتبعها وهي بسيطة جدا حط على أحد معصميك اليمين أو اليسار لستك حق الفلوس واتفق مع زوجتك أول ما تبدأ تظهر عليك عليك علامات الغضب تشد اللاستك ده وتسيبه عشان يلسعك لسعة عشان تتنبه أنه بدأت الأمور إيش يصير فيها ترتفع النقطة الثانية ساعي خلي زوجتك تساعدك بأنه تقلل من المواقف التي تثير الغضب عندك بزاك الله خير يقول هل كثرة المكالمات أيام الملكة لها ضرر أم لها فائدة أنا أعتقد أنه من فوائدها أنها تقصر مدة معرفة كل طرف بالطرف الآخر إذا كان الطرفين صادقين في التحدث لبعضهم يعني بدل ما نعيش مع بعض وبعدين نعرف بعض لا كل منكم يحدث الآخر عن ما يحب وعما يكره هذا يخفف كثير من المشاكل إذا كنت صادقين إذا صار فيها كذب ومبالغات تعقد الأمور لأنه سيقول لك بعد ما تتزوج من تكون تقولي لي أيام الملكة أذنها في شنك وهي ممكن تقول نفس الكلام أيضا فكونوا صادقين ووظفوا هذه الفترة بعد الملكة لحسن فهم بعضكم البعض السؤال للأخوات في قسم النساء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله والله يا دكتور الأسئلة كثيرة لا تنحاول إن شاء الله أني أختصرها في أربع أسئلة تضلي السؤال الأول زوجة تقول عقد قراني من فترة قريبة وعندما نتناقش في أمور الحياة نختلف كثيرا فتحصل مشادات بيننا وتصل به إلى أن يتلفظ علي بألفاظ جارحة ويبرر ذلك بأنه عصبي فكيف أتصرف وأنا في بداية الطريق السؤال الثاني لا حبا 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 هذا أحسن حلوه هنا قريب منكم شارع الستين تحت عماير الإسكان في محلات للاستبدال في مثل هذه الحالة الحقيقة الحل يكون بأنه تكوني أنت وهذا الرجل أمام بني آدم متخصص يسمع مني ويسمع منه أحيانا العصبية يا بنتي تحتاج إلى زوجة تعرف كيف تحتال عليها بمعنى أنه تختار الوقت تختار الطريقة تختار الأسلوب تختار الموضوع وأثناء الحوار إذا حصلت أن زوجك بدأت نبرت صوت وترتفع النبرها لسا ما تلفظ بأي كلمة سية بس نبرت الصوت صارت ترتفع وقف الحوار لا تكملي يقول ما لش حبيبي أنا ما أنا ما تكلم معك عشان أسئلك ولا أزعجك ولا أخليك تغضب أنا أتكلم معك عشان نتفهم بس الظاهر أنه يعني الموضوع سيتطور بلاش منه بعدين نتكلم فتكوني أنت أعطيتي رأس الموضوع والآن فرملتي بكل أدب هو سيرجع يفكر بعد شوية احتمال كبير يتراجع احتمال يفكر بالمسألة فبهذه الطريقة وبالتدريج يبدأ الغضب حق شو سيفي يبدأ يتحكم فيه سؤال الثاني السؤال الثاني إذا كنت متضايقة جدا ولا أريد أن أخبر زوجي بما فيه لأنها أمور خاصة به وهو يصر على أن أقول له ما يضايقني من باب أن ذلك حقا له علي فكيف أتصرف النوع اللي ما يفشي سر يعني ما يحتفظ بسر فيصير الاحتفاظ بهذه الخصوصيات خوفا من كشفها أو فضحها أمام الآخرين بالضبط لازم نعرف السبب الحقيقي لذلك أما من منطلق أنه أنا من حقي أن أعرف كل حاجة عن زوجتي والله يرب العالمين لم يعطيني الحق بإني أتصرف بمال زوجتي الله ما أعطاني هذا الحق مال للزوجة للزوجة فمن باب أولى أنه إذا كان عندها حاجة خاصة فيها تخصها هي لا لي دخل فيها ولا لي أولادي ولا لي بيتي ولا لي أحد دخل فيها أن حر هي حرة فلا تجي تضغط عليها إذا كان يسمعني الرجل لا تضغط عليها بالعكس كل ما أعطيت زوجتك مساحة أكبر في خصوصياتها كل ما جاءتك فيما بعد وهي راغبة في أن تطلعك على هذه الخصوصيات السؤال الثالث الثالث ما هي نصلحتك للزوج الذي يخبر زوجته بماضيه السيء من باب تأجيج غيرتها عليه والله جوابي إلا الحماقة أعيت من يداويها بجد يعني رب العالمين سترع لك تفضح عليه تفضح نفسك ليه هنا وكأنه يجي يقول لهذه الزوجة تفضلي هذا المبرر لشكك بيه ترى أنا واحد لحاب وكنت ماكل السمكة وذيلها يعني نوع من أنا آسف أني أقول الكلمة دي بس قدر كبير جدا من الغباء في هذا التصرف لا إن سواها الرجل ولا إن سوته المرأة أكبر شيء أكبر شيء وأسوأ شيء في حياة الإنسان إيش هو المجاهرة بالمعصية سيئة بدل ما أنا أجي بثوب نظيف لزوجتي مغسول واتخذت قرار أن يكون نظيف أقوم أطلع أثواب الوسخة القديمة ألبس وجهها إيش الحمق هذا هذه حماقة أما إذا كان قال الماضي بأي سبب من الأسباب عشان يثير غيرتها يعني هذا نوع من الحمق والمؤسف أنه حاصل هذا حاصل إذا كان عند وحدة منكم زوج بهذه الصورة لازم توضحيله أنه إذا كنت أنت تعتقد أني أنا سأغار عليك بهذه الأساليب فهذه الأساليب تقلل من قيمتك عندي أنا أغار عليك كل ما كنت أنظف وأنقى وأطهر وأروع وأتقى أنا ساعتها أخاف على واحد يعني ما أبغى أخسره أما يكون بني آدم عنده مثل هذا الماضي والله يا زوجي الحبيب هذا لا يزيدني غيره أنا أخشى أن يزيدني بعدا عنك تعرف إذا قلت هذا الكلام في وجهه والله لتكوني لفختي يمينا ويسارا بحيث إذا كان أبيض البشرة تصير بشرة مثل الفجلة الحمرة إذا عنده فقط ذرة عقل سيستحي على دمه ويبطل مثل هذه الأساليب غير الذكية وغير الصحيحة السؤال الأخير متوج بالشكر لك دكتور كيف أتعامل مع الزوج الكذاب الذي يحلف أيماناً مغرضة وأنا متأكدة من أنه كذاب الكذاب حلوا دائماً وأبداً نمشيله هي مرة مرتين ثلاثة أربع بعدين نلمح بعدين إذا وجدنا أن الكذب صار ديدن فلابد من المواجهة مع وجود الحقائق يواجهي مرة اثنين ثلاثة إلى ما تفحمي كما يقولون فيسقط في يده وبعد ما تفحمي سامحي لأن الكذب موضوعه طويل لكن واحدة من وسائل الكذب أو أسباب الكذب أنه يريد أن يفشخر أظهري الاحترامك له بدون فشخر واحد من أسباب الكذب أنه هو يبغى يهرب من ملامة أو من عتاب قليلي من ملامتك وعتابك واحد من أسباب الكذب حتى لا توقف له زي الشوكة في الزور لا توقف له شوكة في الزور بدون كذب فتعرفي على الأسباب الحقيقية الكامنة فيك أنت حاولي تسيطر عليها هناك احتمال كبير جداً أن الكذب شو يصير فيه يبدأ ينخفض عنده إلا في حالة واحدة سيستمر الكذب أنه أصلاً كذب لأنه في الحديث لا يزال المرء يكذب ويتحر الكذب حتى يعد عند الله كذاب خلص صار جزء من كيانه هذا يحتاج إلى علاج مر علي أن حالات كذابين بهذه الصورة عولجوا بعضها نجح والبعض الآخر لم ينجح لكن يمكن أن يعالج عموماً هذه أربع سيرة جزاك الله خير شكراً لكم شباباً وشابات للمرة الأخيرة أقول أتمنى لكم السعادة والتوفيق في حياتكم نوقلة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم